المشهد السياسي في صلاح الدين يدخل منعرشا جديدا مع احتدام الصراع بين القوى النافذة هناك ومحاولاتها تكسير عظام بعضها الآخر عبر شن اتهامة متبدلة بالفسد تقرير محمد عادل الربيعي من جديد يثار ملف الصراع السياسي في محافظة صلاح الدين بعد أن عكسته الخلافات الشخصية بين قيادته التي تحاول الهيمن على صناعة القرار فيها الأمر الذي حجم دور الحكومات المحلية في أغضيتها بعد أن توزعت المناصب لشخص معينة حسب رأي مختصين عكست واقعها السياسي المتشضي بين أخطابها برجة في العاون الأخيرة أحزاب أخرى تحاول الهيمن على القرار في محافظة صلاح الدين الآن حتى الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أصبحت مكبلة تشير بإرادات وأهواء أحزاب أخرى اليوم الحزب الكبير الذي يهيمن على هذه المحافظة هو يتلاعب بمقدرات المحافظة يتلاعب بالمشاريع يستنزف مقدرات المحافظة حقيقة أنه اليوم المحافظة أسيرة الفساد ولعل حرب التسريبات الأخيرة والتهم المتبادلة بالفساد بين أبو مازن وعمار الجبر كانت من أبرز المؤشرات التي بيّنت شكل الصراع الدائري بين ممثلها هذه الصراعات أفرزت شكلاً سياسياً مغائراً في محافظة صلاح الدين من خلال البدء بتأسيس أحزاب وكتل سياسية جديدة خطوات تشير إلى أن المحافظة مقبلة على تكتلات من نوع آخر خلال المرحلة المقبلة فقد أعلن المحافظ السابق عمار الجبر انسحابه من حزب الجماهير وأعلنه تأسيس حزب جديد بإسم إنبثاق الحق تحركات وعلى الرغم من محاولاتها لتأسيس قيادة جديدة في المحافظة إلا إنها أربكت مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قبل فترة من الآن كانت المسيطرة على محاولة صلاح الدين هي حزبياً أو أكثر من حزبياً ثلاثة أربعة الآن كل واحد يطلع يصير حزب جديد الآن توسعت الكيكة في قسمة إذا أكثر من حصة الآن اللي واقع بها هو المواطن نطالب الجهات المعنية نطالب الجهات الرقابية بالتهدئة بحل النزاعات بفضل النزاعات السياسية للوصول إلى حلول ناجعة وأخراج محافظة صلاح الدين من آفة الفساد الذي تشهدها في الآونة الأخيرة لا مشاريع منجزة لا أموال تصرف بصورة صحيحة في المحافظة مشاريع متلكة أكثر المشاريع متوقفة وبحسب مختصين فإن المشهد السياسي بات مباثرا في صلاح الدين بعد أن وصل الصراع بكشف ملفات الفساد المتبادل بين أغطابها ما قد يرجح فتح صفقات فساد كبيرة خلال الأيام المتحدة محمد عهد الرويئي الرابع صلاح الدين